الخطأ لم يتوقف عند هذه اللحظة تعمق بأكبر من هذا عندما دخل العرف السياسي ليحكم بديلا للقانون هذه لا غلط ولا جلطة قلبية هذا انهيار وإلا أنت ذاتي تحكم وفقا للعرف السياسي ليش استعجلك في كتابة الدستور كتابة الدستور في وقت المحتل تشتغل بالعرف السياسي منها لمن الله يوفقك هم تزداد معرفة وهم تتعلم وهم تصير بمصلحة وتكتب دستور بس القصة لا تخلو من أن يكون الشيطان فيها ربيب ومررت في لحظة من اللحظات ولكنها لن تمر كل اللحظات لازم الرئيس الجمهورية كردي ولازم رئيس الوزراء الشيعي ولازم رئيس المجلس النواب السني تقول له ولوليات ليش يقول لك التوازن زينا نحن ذا شدنا السني وخلينا الشيعي ما يتوازن مثلا ينقلب يشفي عدكم تفسيرات ممكن أن تقدموها للناس لتقنعوهم بأخطاء قد ارتكبتموها في زمن أنكم اليوم لديكم الاستعداد على أن تمحوها من ذاكرة الناس ولنبدأ من مشهد سياسي أنا هذا خطابي في أي بقعة من الأرض أنا لا أستهدف أحد كما أقول ولا أن تقسم من أحد لكن على الخطأ اللي يخلينا سنة وشيعة وعرب وأكراد وبعديا السنة صارت 16 ربع والشيعة صارت 50 ربع والأكراد صارت وكذا مرتاحين على هاي النتيجة أخوان كيفين شكسر لكم ما تردونوا تطلعوا الرئيس مجلس نوب شكسر شكسر ظليتوا يما طلعتوا رئيس جمهورية شكسر اتعاركتوا وشكسر صبيتوا ثريد وشكسر حطيتوا مواعد حتى تطلعوا رئيس جمهورية مو كافي تمام